البيان ده لانه فيه تفاصيل مهمة والتفاصيل تتعلق به احنا عاملين ايه على حدودنا يمكن لأول مرة البيان ده بيبقى كامل وشامل وهذا البيان بيتكلم حتى احنا وجهنا عملية الانفاق ازاي بيتكلم على ما بيننا وما بين رفح او ما بيننا وبين غزة وما بيننا حتى وبين اسرائيل على الحدود اللي بيتم وطبعا الرد على مصر اللي بتعمله ودور مصر وكمان في جزء خاص بمعاهدة السلام وانه لو اسرائيل احنا ملتزمين ولكن هما لو عايزين والله احنا جاهزين اعلن ضياء رشوان خليوا لكم كلام مهم اوي رئيس الهياء العامة للسلامات ان الفترة الاخيرة قد شاهدت عدة تصرحات لمسؤولين اسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والزخائر ومكوناتها الى قطاع غزة من الاراضي المصرية بعدة طرق دي المزاعم بتاعت مين بتاعت نتنياهو والبتوع للمحتل مغتص بالارض كيان الصيوني بعدة طرق ومنها انفاق زعمت هذه التصرحات وجودها بين جانبي الحدود يعني هم قالوا انه في منطقة فلاديلفيا انه قال في انفاقوا بيعدوا بيهربوا سلاح طبعا كذبين هم كذبين يعني دي دا كيان عايش على الاكاذيب حتى مع شعبه اللي اختحموا الكنيسة والنهاردة وطالبوا وكانوا عايزين يعملوا انتخابات مبكرة يعني عنده ازمة كبيرة جدا اضاف رشوان ان ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم الصيونية الصيونية دي بتاعتي هو الامور التالية واحد ان كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في اخر عشر سنوات لتحقيق الامن والاستقرار في سيناء وتعزيز الامن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة عشر سنين الواجهنا فيهم الارهاب في سيناء من 2011 لحد دلوقتي الحمد لله خلصنا الحمد لله حيث كانت مصر نفسها قد عانت كثيرا من هذه الانفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الارهابية في سيناء عقب الاطاحة بنظام تنظيم الاخوان الارهابي في يونيو 2013 وحتى 2020 يبعدنا نواجه ارهاب وعلى فكرة لا ومن 11 كمان ومن 2011 ولكن خلينا بعد اللي طاحة بتنظيم جماعة الاخوان الارهابية اللي هو 36 واستمر حتى 2020 مواجهة الارهاب في سيناء فهي كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين لهم الارهابيين يعني؟ والاسلحة الى سيناء لتهريب الارهابيين والاسلحة الى سيناء لتنفيذ عمليات ارهابية راح ضحيتها اكثر من 3000 شهيد من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين واكثر من 13000 مصاب هنا بيان ضيارة شوان بيقول لنا بيرد على مزاعم الكائن الصيجون وعلى نتنياو وعلى اي حد متصاهينا بيقول لهم ده اللي كان بيحصل على مدار السنين اللي فاتت وعندنا 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين واكثر من 13000 مصاب نتيجة انه كان فيه انفاق وغيره وغيره بيدخل منها مين؟ التنظيمات الارهابية وتعمل عمليات داخل سيناء دفع هذا الوضع الادارة المصرية لاتخاذ خطوات اوسع للقضاء على هذه الانفاق بشكل نهائي كانت الانفاق موجودة وكلنا معترفين وعارفين وهربوا منها العربيات في يناير 11 خدوا العربيات اللي خدوها وخدوا المكان بتاع الاحوال المدنية اللي خدوهم العريش ودخلوا بيه غزة واترصت كله ده في غزة وتصور في غزة دخلوا بالانفاق ما دي كانت انفاق موجودة ودول اللي دخلوا ضربوا الحدود الشرقية من يوم 26 يناير 2011 لحد 29 يناير 2011 وسيطروا على بعض المناطق في هازين كله ده تاريخ لو عازين نقول التاريخ يعني بشكل نهائي فتم عمل منطقة عازلة بطول خلوا بالكم اللي جاي ده مهم قوي ده احنا عملنا ايه بقى عشان نواجه الانفاق دي ونقفلها نقفلها بشكل نهائي بشكل نهائي هم عشان كده يقول لك انتم احنا مش محاصرين حد احنا بندفع عن امننا وسلامة بلدنا فاحنا حفظنا على امن بلدنا ازاي الحدود ده الكلام المهم قوي منطقة عازلة بطول خمسة كيلو متر خلوا بالكم الكلام ده مهم ودقيق خمسة كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة وتم تدمير خلوا بالكم ده كلام قوي قوي اكتر من 1500 ده فق يبقى مصر ده مرت كام 1500 كل دول اللي كان بيدخل منه مين الارهاب الى مصر السلاح الى مصر المتفجرات الى مصر دول ال 1500 دول اللي كانوا مسببين خراب للبلد كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي عملنا ايه تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد ل14 كيلو مترا من اين 14 كيلو من الحد كرما بوساني بنتكلم المساحة دي كلها حد كرما بوساني كرما بوساني 14 كيلو عبر تعزيزه بجدار خرساني عملنا جدار خرساني اهو طوله قده 6 متر فوق الارض يبقى على مسافة 14 كيلو اللي هي حدودنا الشرقية بالكال 14 كيلو دول اهو عملنا صور خرساني بيرتفق 6 وتحت الارض كام 6 يبقى فوق الارض 6 و 6 متر تحت الارض فاصبح هناك ثلاثة حواجز يعني لا يمكن دبانة طرف تعدي مش حد مسلح دبانة انا بأمن امني كمان انا بأمن سلامة بلدي بعمل ده تأمين ليه انا كمصر بقولك 1500 نفع فيه 3000 شهيد فيه اكتر من 13000 مصاب بسبب الانفاق دي اللي دخلنا منها الارهاب اصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية بقى مش حاجز واحد اتنين تلاتة يعني نملة ما تعرفش تعدي يستحيل بالضبط كده يستحيل دي دقيقة قوي بقولكه دبانة فهنا قالك يستحيل هو يستحيل اللي يعد من الاول مش هيعرف التاني التالت مش هيعرف تحت اي ظرف يستحيل معها اي عملية تهريب لا فوق الارض ولا تحت الارض لا فوق ولا تحت هي دي دولة دولة اسمها مصر بتؤمن حدودها أمنتها كده لا فوق الارض ولا تحت الارض ولا حد فيش دبانة ترف تعدي فمصر لديها السيادة الكاملة على ارضها مصر لديها السيادة الكاملة على ارضها وتحكم ايه وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع اسرائيل يعني احنا عندنا احكام على حدودنا سواء مع شقانا في قطاع أو مع الكيان الاسرائيلي الصيوني يعني عاملين احكام خلوا بالكم وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية امبارح من غير ما اقول سألت مين امبارح احد كبار قيادات الكبيرة او امبارح واحنا في الاتحادية سألت الوضع ايه الاجابة اتطمن واتطمنه تماما بس نقطة اللي بعد من الملفت والمستغرب ان تتحدث اسرائيل بهذه الطريقة غير الموسقة عن ادعاءات تهريب الاسلحة من مصر لغزة وهي الدولة